يشهد ممشى أهل مصر على كورنيش النيل إقبالاً كبيراً من الزوار والمواطنين حيث يعتبر القبلة المفضلة لسكان القاهرة والجيزة وباقي المحافظات وقد أصبح ممشى أهل مصر أحد أهم المتنزهات والمقاصد الترفيهية بالعاصمة وسط أجواء من الطبيعة والحداثة التي تملأ المكان احتفل عدد كبير من الجمهور والمواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك في ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بالقاهرة حيث الاستمتاع بهدوء نهر النيل وجماله الطبيعي مع آشعة الشمس الدافئة أنا من اللبناء جاي الممشى صراحة يعني بأي طريقة بدكين يقول لك عنه عن تنظيم ولا عن العالم ولا عن الاستقبالية ولا شو بالضبط كذب كل شي بعقد كل شي حلو أجواء كانت كتير حلوة المكان هنا جميل جداً مع نهر النيل والخوارب والمكان جميل جداً الممشى رائع جداً الناس زي ما أنت شايف الكل طالع معيد والأجواء فرحة الجو كتير حلو وزي ما احنا شايفين الناس هنا معايدين وأجواء العيد كتير حلوة هنا في مصر وحرس عدد من الزوار والمواطنين على التقاط صور التذكارية وفي خلفيتهم كورنيش النيل حيث أصبح المكان أحد أهم المتنزهات والمقاصد الطرفية التي يستمتع فيها الكبار والصغار الناس هنا كتير مبسوطة بتحسهم بسيطين وكل حد مبسوط كل حد قاعد بضحك الجو كتير حلو بفتح النفس الناس حلوة والبلد حلوة جداً والأجواء جداً منتعة أنا من السودان وأحب أهلي وبعد الفطر المبارك كل أسلوات وطيبين وكل عبودوا بخير ممشى أهل مصر على كورنيش النيل أحد الأماكن التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تقديم خدمة مميزة للمصريين والعرب والأجانب لوجود العديد من المقاهي والمطاعم إضافة إلى نزهة النيل التي لا تضاهيها نزهة للاستمتاع بمنظر النيل وجماله بينما يكتفل بعض بالجلوس على الممشى الذي يفتح أبوابه من التاسع صباحاً حتى ثانية عشرة ليلاً ليعكس جمال القاهرة ونيلها الخلاب أحمد الحسيني التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر